أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبدأ بنفسك طبعا كلنا عارفين أكيد أن كل بنت أو كل سيدة منها لسه طفلة صغيرة بتشوف مبيتها بتهتم بنفسها إزاي قدام المرية وبالتالي بتهتم هي كمان بنفسها تبقى عايزة تحط روش تبقى عايزة تحط كريم فمن وإحنا صغيرين وإحنا بنحب نهتم بجمعنا النهاردة طبعا هتكون معنا تبقى قبيرة التجميل الجراحي واللاجراحي دكتورة شايماء النادي أحنا وسهلا بحركة دكتورة شايماء النهاردة هتكلمنا عن أهم العلاجات اللي موجودة دلوقتي وهو البوتكس أحريك ممكن تعرفينا إيه هو البوتكس البوتكس ده عبارة عن طبوسي أنا هقولك بلاش مش هقول مصطلح الطبية عشان كل عارف المصطلحات الطبية أنا هقولك هو بسهولة هو عبارة عن سم بكتيري بيخص يشد العضلات وهو كان أساسه حاجات تانية خالص غير التجميل لكن هما صنفوه بنسب معينة قدروا يخلوه يوظف نفسه في التجميل فيه إن هو بيفرط جزء معين من عضلات عشان يشيل نوع معين من الخطوط التعبيرية تمام يعني إحنا نقدر نقول إن هو ليه أضرار وليه منافع وهنتكلم عنها طبعا بالتفصيل تمام طيب البوتكس إيه أشهر استخداماته؟ أشهر استخداماته بالنسبة للسيدات إن إحنا بنشيل به التجاعد والخطوط الرفيعة اللي في الجبهة التجاعد والخطوط الرفيعة ده بالنسبة للناس عارفين إيه هو الحاجات اللي إحنا نستخدمها طبية تاني؟ لا حاجات كتير جدا فيه حاجة اسمها التعرق لاي فيه بنات ورجالة ديهم ورجليهم فيها تعرق كتير بنقدر نستخدمه في شد التراهلات في حتات معينة ممكن نستد ممكن الأرداف ممكن البط حسب كل حالة ممكن نصنفها إزاي؟ هل الرجالة ممكن نستخدم البوتكس؟ طبعا أي حد في الدنيا ممكن نستخدم البوتكس؟ طيب لو إحنا هنتكلم عن البوتكس ولا الفيلر؟ لو هنستخدم البوتكس أو فيلر أي يوم ما أفضل؟ لا ما اسمها أشكد اسمها الحالة اللي قدامك إيه؟ فأنتي بتقولي أنت عايز تستخدمي بوتكس ولا فيلر بنوع على الحالة الموجودة اللي قدامك طيب إيه أشهر الحالات اللي بتيجي الحرب بتكون فعلا محتاجة فيلر؟ فيلر؟ بصي تلت تربع السيدات اللي للأسف متوجهة دايما أنها تعمل فيلر تقولك الخدود أو الشفايف أنا كشايماء كدكتورة لا أنا بحب دايما أوظف الفيلر بطريقة تانية في ميزولابيا هنا ممكن في بعض من خطوط تحت العين وأنا برضو ما برجحش حقني الفيلر ده تحت العين قوي لأن تلت تربع النس بيحصل لها تكتلات وأنا ببقى بعيدة عن التكتلات قدر الإمكان حالات بقى اللي بتيجي لحضرتك عشان البوتوكس إيه أشهر الحالات اللي انت بتعمل لها بوتوكس؟ وبيتوظفين كذلك؟ طيب أشهر الحالات اللي بتيجي بوتوكس دايما بيقولك خطوط الجابة بتلاقي في حد عنده خط واثنين وثلاثة طيب أنا مثلا ده اللي استحنيش هنمش بالتدريج المية 11 برضو طبعا مطرح من الناس انت لو خطي بالك أنا برضو عاملة مفيش خالص ده أساسي لأي حد في الدنيا بعد التلاتين بيحصل عنده دروبوات خطوط عين؟ الميزة اللي فيه هنتلاقي في حفرة كالخد في حق غلط فيه تحيز نوش عجز طيب الكلام دوت مهم جدا؟ أو مهم جدا لأي ست المفروض تعمله؟ طيب من إمتى بنقدر نحقم؟ من عمر الثلاثة وعشرين سنة في بنات بيبقى من الثمانتاشر تلاقي عندهم خطوط بطريقة رهيبة رغم إنه هما الكولوجين عندهم كتير وكليستيك كتير لكن برضو في خطوط تعبرية المفروض إن إحنا نتفادي الكلام دوت بالتمارين اليومية ده بالنسبة للناس الكبيرة يا جماعة بعد السبعة وعشرين مهما قول لك استخدم كولوجين مهما قول لك استخدم كريم مهما قول لك سيرا مسائي لأ بلازم نروح للبوتوكس وبعد كده نكمل بقى بالكريمات طيب الخطوط التعبرية دي هل إحنا ممكن نعمل روتين كير يومي يخلي الكطوط دي تقل؟ بصي ممكن آه بس مع البوتوكس مع البوتوكس مع نظام غذائي كامل بصي أنا مهما أكون بعملك حاجة أو بديكي المصل بتاع البوتوكس أشل بي العضلات بطريقة تدريجية برضو أنا لازم أقول لك كولي كويس مفيش حد يقدر يقول لك أبدا في الدنيا أزبط لك برا وانتي جوا بايس مفيش الكلام ده مكنش أن أنا مثلا بعد ما درست تجميل خلصت دخلت تتخذية علاجية لأني لقيت أن في حتة عندي دروب فيها مشكلة أنا روحت عملت مجستير ودكتوراه مخصوص عشان أكمل الموضوع لا طبعا الموضوع مش حتة أنه احنا بنحقن علاجاته خلاص على الفوضي يا جماعة موضوع موت كامل أنا هتمت ببشرتي حقن زي ما الدكتور قالت بعد عمره معين لو احنا من أول التلاتينات بنبتدي يبقى فيه خطوط فنبتدي نحنا نعالجها بحقن البوتوكس طب يا دكتور الناس دايماً بتبصل حتة الفينانشا القشو أو اللي هو الماديات فبتقول لك حقن البوتوكس بيبقى غالي وحنقدر لا أقول له هيا لا ده أنا عاملة عروض يعني تكلمينه طبعاً العروض عشان الفطر استدامه طب إحنا قلنا أنا قلت فيه عروض ستين في المية والسبعين في المية بدل خمس تلاف الفين ونص وثلاتة ونص الفرق الكميات والمشاكل يعني مثلا لو واحدة جالي بجابها وحاولين العين فقط دي ممكن قدرة أحقنها بألفين ونص وبدل خمس تلاف البنت اللي عندها المية وسبعة المية وحداشر في مية وسبعة ومية وحداشر مية وحداشر مية وحداشر وفي عندها خطوط حراري العين برده لقد أحقنها بالألفين ونص لكن بقى اللي عندها المية وحداشر وخطوط الجابة وهنا في العين طب إيه؟ لا طبعاً فبتطر خش الليفل اللي بعد حسب كل حالة ليها والنتاج لأ نتاج مبهرة خمس تيام تحسي لسه كتاس وشك راح في عدة تاني عد خمس تيام بالزبط خمس تيام وبيستمرها لمدة قد إيه؟ بصي بقى حسب الحالة طبعاً يعني كل ما الواحدة بتبقى أصغر وبتبدي بوتكس بدري الحالة بتقعد ممكن معانا لـ 12 شهر لـ 18 شهر البوتكس موجود في الشهر لـ 12 شهر لـ 12 شهر يعني أنا أقصى حاجة سمعتها 4 أو 6 شهور فيش الكلام ده؟ طيب ماشي أنا كده حقنة من 6 شهور من 6 شهور ورسه ما حصلوش حاجة ليه؟ أول حقنة ليه؟ لا بس أنت بصي قلت لك ما هو موضوع من جوه ومن بره فاهمني؟ يعني أنت بتعالجي لما حدي بيجي لي حالة ولا إيه مصرة قوي على حاجة؟ أنا بعملها بس لازم الأول أقول إيه؟ يا جماعة ده 1 2 3 4 أشوف مثلا حديدك إيه؟ أعمل تحليل؟ أشوف الدنيا ماشية كده؟ طيب هل ممكن استخدم البوتكس مع الفيلر؟ طبعا جدا جدا دي عايزة أقول لك أن أنا بعمل حالات مع بعض خطيرة خطيرة خاصة أن بصي إحنا كلنا بص طبعا ربنا خلقنا في أحسن حال بس لوحبي يحبي بقى أحسن أكيد بس في ناس بقى مثلا بالذات بعد عمر السبع وعشرين الخدود بتبدأ طوعا خاصة بقى للناس اللي بتتغذاش كويس يعني بعد التلاتين ده الطبيعي المشاكل تظهر طبعي لكن بعد السبع وعشرين للناس اللي عندها أصلا مشاكل صحية بتبدأ تظهر معي طيب إيه السبب إن أنا بوظف الفيلر والبوتكس مع بعض البوتكس قلني إن هو بيشد العضلات طيب والفيلر بيعامل إيه بيملة إيه فاديت إن أنا شد العضلة وابقى فيه ستريتش جمد أوي كانك شدة وش كده بحاجة ومفيش حاجة مالية الحتة الأنسة ويا زين الخدود أو الشفاف أو الدق فأنا دايما تلاقيه ممكن أوظف الكاملة وبرضو عامل عروض فيلر وبوتكس مع بعض بعشر تلاف جنيه خدود وجداء كله بتخشي ترجعي بين قدم تاني خلط بعد خمس يام نتيجة مبهرة إن شاء الله هل ممكن نستخدم البوتكس في حالات طبية أو علاجية؟ طبعاً إحنا قلنا عندنا التعرق عندنا شد البط عندنا شد السد الناس اللي عندها جذب في الأسنان في الفك من هنا بنحقن الناس اللي عندهم جزء معين من الخشونة الرجبة بيتحقن معهم على البلازمة ده هو أصلا وظيفه كتير جداً إن شاء الله الناس بس فهم أن البوتكس بشي تجعيد لا البوتكس بها بحيات كتير جداً طيب لو إحنا هنمشي على روتين كير بعد أو روتين معين بعد ما أنا أحقن بوتكس إيه روتين اللي أنا همش علي؟ ممكن نسأل سؤال بدا نسأل سؤال أتضل عشان يبقى بالتدريج إزاي أحافظ على البوتكس؟ الأو يعني إزاي إزاي أحافظ عليه بعد ما أحقن أصولي نظام ده روتين كير بعد ما أحقن أنا هعمل إيه؟ أنا قبل الحقن قبل الحقن قبل الحقن قبل الحقن ببنج العميلة وتشرب لي لتر ماء لتر أو هي قاعدة معي دي توكس أو علبتين عصير للناس اللي ما تحبش تشرب ماء بإيه السبب؟ عايزة نسبة ترطيب ترطيب عليه أولا خلي بالك الحاجات دي بتخش بتشل العضلة ده بنسبة للبوتكس طيب بنسبة للفيلر محتاج مية عشان يكتر ويزبط نفسه طيب بخلي عاملة تحقن نفسها تشرب الأول واحقنها طيب بعد أقول ست ساعات ممنونة التوطية ست ساعات ده أول حاجة طمام بصي تورم عادي زرقان عادي البشرة الدهنية ما بيحصل لاش حاجة البشرة الجفة بتزرق عادي جدا مش إبرة دخلت أكيد عادي جدا يحصل تورم يعني دي حاجة طبيعية على فكرة مش دكتور شاطر دكتور لا أيوا الدكتور اللي بيحقن كتير بيبقى أخطاء قليلة ما بننكرش لكن هو عادي هي إبرة دخلت ما فيش أي مشكلة ده بياخد حقنا عضل الناس كتير يقول لك أصلا عمالي خراجة عصلا مش عارف ما ده طبيعي على فكرة هو عادي جدا بتاني كلام حضرتك ممتع بقى احنا بركزين في الكلام طيب يعني هو بعد بعد ما نحقن ان انا موطيش أهم حاجة ست ساعات بعد كده بقى بيبقى عندي روتين في كولوجين طبعا بشرة دهنية يبقى حاجة فيها سلسلك أسد بشرة عايزة تفتيح حاجة فيها كوجيك أسد أو مثلا جيرسفينج أي مادة من مواد التفتيح طبعا الغسول بتاعك الأساسي وبرضو السيرم المسائي بتاع الهيلورونيك أسد أنا ده ده حاجة ده ما فيش أي بنا أدم ما يستخدموهش لازم باللقى بنام في حاجة اسمها بحط السيرم قبل منام ونام ما فيش أي بنا أدم في الدنيا يقولك مثلا إحنا ما بنحطش إجمع الترتيب ده قبل إنهم أهم حاجة هيلورونيك وحوالين العين أنت بتنطي سنين لما بتعمليك كلام ده طب لو في نس ما عندهاش أمكانية هتدي بسيرم إيه اللي ممكن أن نستعيد بي بصي أنا هقولك حاجة عشان الواحد بس صحيح كل الوصفات الطبيعية فيك عيقا كلها بلا استثمات أيوة بتبدي ترتيب أيوة بيبقى منظر الجلد حلو ساعتين تلاتة ساعتين تلاتة وبعد كده خلو السلط أي حد بيعمل ماسك يعني أنا كان عندي مشكلة في العيد ده رهيبة فيه إحنا حاجة عندنا مصنفة اسمه بلاك هيدز والوايد هيدز أنا شفت روز هيدز يا جماعة مسام محشية حاجات روز اكتشفت ان فيه ماسك اسمه كاركادي طولع بيعجنه كاركادي بحاجة كده وبيحطه في الوش يحمره وبتاعه يعملي هيلينج وبهدلة سودة بيقولك حاجة بقى بقى فيه عندنا طفرة جديدة اسمها روز هيدز ده حوار يا ده مفاجئات أنا بشوف مفاجئات ما شاء الله واكتشفت أنا أكتشفت يقولك ايه اعملي ماسك اللي بانتدكر هيعوضك عن هلبوتكس أو فعلا من 10 الوصفات اللي سمعتها بيشد يا جماعة أنا معاك الساعتين يعني احنا نقول ان دي حاجات بتبقى في وقتها قصر جدا اه طبع انت عارف ايه فكرة ان الجلد يحصل له تجاعد لما بيجيلك بلونة وتنفخيها وتربطيها ساعة مثلا لساعة ونصف وترجع تفستيها البلونة بترجع لطبعتي لا اكيد الجلد منكمل شوية بتاعها نفس الفكر انتي استهلكت بشرتك قد ايه كده وكده وكده تعبير بتاعت الوش طيب هتحط لها ايه عشان يرجع لها مفيش حاجة شل العضلة فبشك يبدأ يسحب فانا حقا انا بوتوكس بس تمام اكيد دايما كل حاجة في الدنيا ليها منافع او فوائد ليها اضرار ايه بقى اضرار البوتوكس البوتوكس اضرار ممكن نقول لما يتحان في الحتة دي ميزو اللي بيق الضحكة بتتغير ماشي دي مشكلة الوحيدة هنا ملوش مشكلة عندنا طبعا فيديوهات للحقن اوه بزرع وللنا باقي دكتور كلمينا عن الفيديوهات دي اوه دي لأ دي عين سمكة دي مش حقن ده عين سمكة ده عين سمكة اوه احنا احنا ده كير حريكة عند لحضرك في العيادة اوه فاحنا بقى نشرح للسادة المشاهدين كده احنا بنعمل الكير ده ايه كلسات الحبوب من 14 سنة من 14 سنة بشتغل عادي جدا الليزر موفر هير من 14 سنة يعني ببنات كلها اللي عنده انا باخدر دي ما تعمل الليزر عادي جدا من 14 سنة عادي حنا نتكلم في الموضوع ده كلام داسم جدا بس هنتكلم نشرح للسادة المشاهدين اللي بيتام هنا في الصورة دي ده ولد عنده حبوب عنده 14 سنة عملت اثنين سيشون بقى زيل فل جلسات التنظيف دي؟ لا دي جلسة علاج حبوب علاج حبوب علاج حبوب جلسات التنظيف يا جماعة انتو مصنفينها غلط لان مجال واسع قوي قوي واكتشفت الموضوع كله بقى مسقط مش حاجات علاجية والله ازيل شكالي بشوف مهازل انا بشوف مهازل بجد التنظيف البشرة معناه ان انا بشيل موجود داخل طبقات البشرة وبحط نوع مسج يكون في حنط واستخدم اجهزة ده تنظيف البشرة الطبي لكل دكتور عالي في الحالة دي قدامك فيها ايه؟ فيها حبوب احط لك سلسلك اسد احط لك ازلك اسد احط لك مادة حمضية تقتل المشكلة واستخدم روتين طبي تمام واشوف العامل جايلي انا مفروض من كتر ممارستي ببقى فهمة مشكلته دي مثلا لو البنوت هتبقى مشكلتها مبايد مشكلتها معدل وابدا اصنف تمام احنا لازم ندور على السبب الرئيسي قبل ما نبتجي العالة ماذا قلت لك فيه فكرة التخزيلي على جاي؟ اكيد اه انا ما سابت محد بيخش ليه ويبصري من لول جلده بعرف مشكلته فيه ما شاء الله من غير ما اقولك اعمل تحليل واعمل 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 وابدا اخد الهيستوري بتاعي يعني يحكيلي مشكلته وابدا انا اصنف هي فين وابدا اسأل اسئلة معينة فيرد علي بحاجات معينة ابدأ اعرف مشكلة فين وذلك علي كيه بدي علاج معدة بدي علاج لو فيه نسا وحالة معينة بدي لا كانتش كيه لازم اعمل منظر واعرف من الدكتور المشكلة واشوف العلاج فببقى اعرف ايه المشكلة بتاعيتي طب كويس جدا يعني احنا لازم يكون فيه كير كامل لازم يكون فيه تناسق ما بين الكير اللي انا بقدمه للعيانة يعني انا عندي مثلا العيادة عندي هي مش لها علاقة بس بال يعني عندي ده مجمع عيدات اسم جبير كير انشاء الله يعني انتي لما اريد عندي لما بيخش وفيه عنده مشكلة المياه انا ممكن احاوله الدكتور جنبي في عيادة تانية في قضة تانية فده بيبقى برضو بيسهل عليك بيسهل عليك كتير جدا هنطلع فوصل ونرجع بعد الفوصل كده نعرف ايه هي الاشكالة الغريبة اللي بتحصل من البوتوكس ونتكلم عنكم فوصل ونرجع لكم على طول استنى ونرجع لكم من الفوصل وهنرد على السؤال اللي سألناها قبل منطلع فوصل دكتور كلمين على الاشكال الغريبة اللي احنا بنشوفها من حقنا البوتوكس الناس بتستغرب وبتتخد وبتخاف طبعا من حقنا البوتوكس طيب احنا اول ما بنحقن اول 48 ساعة بيحصل رفا فالاين رفا؟ رفا اه بزاد حاولين اينها طيب ما ده طبيعي يا جماعة عندك عصب سبع هنا وانا حقنت جنبه بمادة تشل العصب طيب هي يحصل ايه طبيعي ما بقدرش اعمل كده اوي طبيعي من اشده يا مالك يعني انت مثلا حاج يجي يقولك مثلا يا دكتور اه ايه بقى يعني يا دكتور انا مثلا متدايق من انا مثلا مش عارف افتح عيني كويس بتفضل كده ثلاثين يوم بعد كده الوضع بيبقى طبيعي لانك عندك حقنة البوتوكس اصلا من خمسة لخمستاشر يوم عمل نتيجة النهائية بتظهر في ريتوتش احيانا انا عندي والله والله بجد يعني كل سب سبع حالات بعمل ريتوتش الواحد وحالاتهم متأخرة يعني اصلا جارت حقنني مثلا سبعة وثلاثين وثمانية وثلاثين فهي عندها اصلا مشاكل فانا الموضوع اصبع عني ان انا بعمل ريتوتش اصبع كده لا انا بمديه كميات كويسة جدا في كل حالة ليها نوع بوتكس معاني حقن يعني مثلا ينشل خلي واحد يقول لي دكتور انا عايز احيان بوتكس كوري طب انت عارف ان بوتكس كوري دوت هيبقى نتائجه عالية معك لا طبع انا اللادرة بزبط لا ممكن هما من كتر البرندات والناس بدأت تعرف الموضوع ماشي ازاي لا طبع الموضوع مش كده انا قادرة الجلد ده احسن نوع مادة تخشله تبقى ايه فيها ساكنة ازاي طب انا حقنك سيشن زي ما انت عايز والنتيجة بتاعتك لا مش هيتحمل النتيجة انا عارف انا بعمل ايه برضو زي بالظبط بصي لكل حاجة ليها مهندس بتاعها يعني احنا في شغلتنا لازم فيها فن انت عارف انت بتعملي ايه بتخشي بتعملي ايه الشخص ده عايز ايه ولا ايه ولا ايه فيها سيجي قولك انا عايز احقن وشايف وشها متضمر حبوب بافضل بصالها كده لازم تعالجي اكيد الاول انا بس انت مشكلتك مع الخطوط بس انا مشكلتك مع الحبوب يا انتي جيالي عايزة تحطي عشان خطين او تحطي فلر مثلا بخمس تلاف جنيب شفايفي والخمس تلاف جنيب ممكن نعالج بهم حبوب لا بقعد عارفة اللي هو عاملة كده طب نعالج الحبوب ممكن عارفة لو بعد اذنك نعالج حبوب طيب لو احنا دلوقتي هنقدم لحضراتك كده يعني تكريم بسيط كده من مهرجان الكهيرة اليوم وبنشكر حضرك طبعا جدا على وجودك معنا المهاردة ولو هتقولي كلمة اخيرة للسيدة المشاهدين يهتموا بنفسهم يهتموا ازاي ايه شي ده تكريم من مهرجان الكهيرة اليوم بنشكر حضراتك جدا يا دكتور حبيت حرج بقى لو هتكلمينا بقى عن بوسيا انا لو هكلمك عن مصيحة كده بس نصيحة بوسيا انا اقولك طبعا انت عارفين انا لايف كوتش فانا هقول نصيحة في حتة وبعد كده هقول نصيحة ثانيا انا اعمل مشكلة لحظت ان بريحة بس فهجالة بسيطة كده اسرع حاجة النصيحة اللي بوجهها للناس كلها اهتم بنفسك حبي نفسي كويس هتطلعي احلى ما فيك ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل انك انت ما تحبيش نفسك شكرا جدا لحضراتك يا دكتور اعزائي المساعدين اشوفكم في حلقة جديدة المرة الجاية نصيحة